اليوم حديثنا هيكون بسرعة الاكتئاب والمستجدات في علاجه الاكتئاب أحد أشهر وأكثر الأمراض تأثيراً في حياتنا اليومية ومسببة للإعاق للأسف في نسبة كبيرة من المرضى تتخطى 50% لا يستجيبه بشكل جيد لمعظم علاجات الاكتئاب وده اللي احنا بنسميه الاكتئاب الممانع أو Treatment Resistant Depression هو المريض اللي ما بيستجيبش بشكل جيد لأكتر من محاولتين علاجيتين يعني من نوعين من الأدوية لفترة لا تقل عن 6 أسابيع بجرعات جيدة من هذه الأدوية وهنا بتبقى فيه مشكلة أن ده بيؤدي إلى زيادة معدلات الانتكاسة وحدوث نوبات المرضية الأشد أو زيادة معدلات الانتحار وهناك أمل جديد ظهر للمرضى حالياً وهي الكتامين الكتامين أحد الأدوية التي كانت تستخدم في التغدير ولكن لها علاقة دور فيه